باي كوت هو برنامج بساعدكم تعملوا سكان لحتى تحددوا مصدر السلعة أو المنتج أول ما تحملوا البرنامج ضغطوا على get started من بعدها بتضغطوا على next محتاجين تعملوا account لحتى تختاروا القضايا اللي بتهمكن وبتحبوا تعملوا عليها سكان بكل مرة بعد ما تعملوا حساب على البرنامج رح يطلع لكم الكوزز يلي انتم مهتمين فيها بس تنصلوا لتحت هون رح تلاقوا long live ballstein انا قريدي عملت لها اختيار وحاط عليها strong انو انا كتير مهتمة به القضية بهي الصفحة هون رح يطلع لكم اكتر من شغلة بيطلع لكم الناس قريدي عملوا سكان لمنتجات طلعت دائمة لإسرائيل وفي هون قضايا تانية ممكن تهمكن وفي trending product من تحت هون في كلمة scan بس تضغطوا عليها بتفتح لكم الكاميرا انا هون رح اعمل لكم هلأ تجربة على نس كافي بعد ما تعملوا سكان تطلع لكم صفحة في اول فقرة بيحدد لكم البرنامج لو هذا المنتج تابع لإسرائيل او لا من بعدها بيحط لكم سؤال اذا رح تشتروا هذا المنتج مرة تانية ولا لا فانتو دائما لما يكون المنتج تابع لإسرائيل بيضغطوا علامة no لانه هذا الشي كتير بيفرق باحصائيات جوجل وباحصائيات البرنامج كمان بعدين بيحط لكم see alternatives او انكم نشوفوا بدائل بيحط لكم البرنامج بدائل لهذا المنتج حتى ما تشتروا مرة تانية وبعدين بيحط لكم معلومات عن الشركة وعن البراند اللي انتو مختارينه